المية طبعاً الكلام عن المية كتير جداً لكن أنا دلوقتي هقول لحضراتكم المعلومات الأساسية عن أهمية المية 90% من سوائل جسمنا تركبها الأساسي من المية سوائل الجسم اللي يعارفين زي إيه؟ زي الدم والسائل اللي مفاوي والعرق والبول وهكذا المية كمان هي أساس كل العصارات الهضمية والمية هي اللي بتحافظ على التوازن الكهرابي داخل الجسم وطبعاً هي اللي بتوفر الوسط الضروري عشان الكلا تعمل الكليتين بتوعنا دول عشان يشتغلوا لازم الجسم يبقى فيه مية المية كمان بتحافظ على توازن ضغط الدم بالاشتراك مع عناصر السوديوم والبوتاسيوم المية كمان مسؤولة عن حماية الأعضاء الداخلية للجسم ومسؤولة عن حيوية الجلد ومسؤولة عن تخزين الدهون في الجسم ومسؤولة عن عمل الإنزينات ومن جديد هفكر حضراتكم بالكميات المطلوبة احنا كنا عملنا حلقة قريب عن المية والكميات المطلوبة لكن أنا بتكلم دلوقتي بقى يعني الكبار طبعاً عارفين يعني نشرب مية على قد ما نقدر لكن بالنسبة للأطفال الصغارين بنقول إنها بتكون من خمسين لتمانين ميلي عند نهاية السنة الأولى يعني لما تخلص السنة الأولى لازم طفلنا يكون على مدار اليوم بيشرب من خمسين ميلي لتمانين ميلي تتحسب كده بالكبات اللي بتبقى متعلمة بالملي مترات نبقى عشان نبقى عارفين الكمية بيوصل الرقم ده ل館ين وخمسين ميلي عند نهاية السنة الثانية يعني لما الطفل يكون مخلص السنة الثانية قدامنا بقى طول السنة هو نزود له بالراحة بالراحة بطاق نوصل ل館ين وخمسين حلو جداً بيوصل الكمية لخمسمائة ميلي حتى نهاية السنة الثالثة تخافوش من المية المية حلوة جدا للأطفال والكبار وكل حاجة وبتزيد الكمية وتوصل إلى لتر كحد أدنى يعني مش كحد أقصى عند نهاية السنة الخمسة طبعا العصاير بتتحسب ضمن الكمية المطلوبة يعني لو الطفل سقيناء أو ادينا له شوية عصير بتحسبوا كأنهم أشرب مية وإن كانت المية طبعا هي الأفضل يعني بلا أي شك أو بلا أي جدال بالنسبة لي نحن ككبار برجع أفكر حضراتكم بالمعلومة إن مطلوب لنا إحنا نشرب 2 لتر يوميا على الأقل تمام؟ طيب يبقى تكلمنا دلوقتي عن إيه؟ عن الكاربويدريت؟ تكلمنا عن المية الدور على إيه بقى؟ العنصر يبقى تكلم عنه دلوقتي هو الألياف على فكرة الألياف لها اسم تاني يعني اسمها لها اسم تاني طبي وهو السكريات المتعددة غير المستمدة من النشويات لها اسم كده الألياف الغذائية نوعين نوع من الألياف بيكون قابل للذوابان بالدوب ودي بتكون موجودة في حاجات محددة زي الشفان والحبوب والفواكه والخضروات والنوع ده من الألياف اللي هو قابل للذوابان ده بيساهم في خفض مستوى الكولوستيرول في الدم يعني شفتوا بقى الألياف دي لها وظيفة مهمة جدا أما النوع التاني من الألياف فهو اسمه الألياف الغذائية غير القابلة للذوابان ودي بتكون موجودة فين بقى؟ بتكون موجودة في الخبز في العيش بأنواعه موجودة في الرز موجودة في الماكارونا موجودة في حبوب الفطار طبعا اللي هي بتتعمل من الأمح أو حتى الحبوب الكاملة وبالنسبة لحبوب الكاملة من أغنى مصادر الألياف طيب بشكل عام بقى الألياف دي إيه وظيفتها؟ يعني هي بتعمل إيه غير إنها بتخفض الكولوستيرول زي ما لسه بنقول الألياف لها وظيفة تانية مهمة جدا للجسم زي مثلا تخفيف حدة الإمساك يعني أي حد عنده إمساك تعرفوا إنه هو النمط الغذائي بتاعه سواء كبير أو صغير ما بيأكلش الحاجات اللي قلنا فيها الغنية بالألياف ما بيأكلش خضروات ما بيأكلش فاكرة ما بيأكلش خبز كتير وهكذا الألياف كمان من مهمتها إنها بتحافظ على الإيقاع الطبيعي لحركة الأمعاء ربنا سبحانه وتعالى خالق الأمعاء الدقيقة بتاعتنا والأمعاء الغليزة لها حركة هي مش وقفة هي بتتحرك لها حتى بيسموها بريستالسيز موفمينت حركة تموجية كده أحيانا إحنا بنلخبط الحركة دي تمام إحنا اللي بنلخبطها بنلخبطها بالأكل الغير منتظم بنلخبطها بالأكل الحراء بنلخبطها بالأكل المقلي كتير بنلخبطها بالتدخين بنلخبطها بالتوتر مش تسمعوا كلمة القولون العصبي خلاص يعني حركة القولون بتبقى فيها عصبية غير الإقاع الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقه الألياف بقى بتساعد على الحفاظ على الإقاع الطبيعي ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقه على فكرة فيه أدوية شغلتها كده لكن تخيلوا بقى ربنا مدينا هذه الميزة في الألياف من غير أدوية ولا حاجة إيه تاني من وظائف الألياف إنها بتنشط عمل البكتيريا النفعة فيه في الأمعاء بكتيريا اسمات بكتيريا النفعة دي بتساعد على الانتصاص وكده الألياف كمان بتساعد على الاستفادة من المية وتقليص حدة الخلل في وظائف الأمعاء وطبعا الألياف بتقي من بعض أنواع السرطان زي سرطان الأمعاء خلصنا كلامنا عن الألياف وقبلوا عن المية والكربوهيدريت هنطلع دلوقتي الفاصل وخليكوا بقى مركزين معنا بعد الفاصل هنرجع نتكمل كلامنا عن العناصر الضرورية للغذاء وهم اللي كتير جدا من حضراتكم دايما يسألوا عنها وهم الفيتامينات والمعادن ترجمة نانسي قنقر